أعلن وزير الصناعة والتجارة وتموين التكتور طارق الحموري عن إنجاز نموذجين لجهازي تنفس أردنيين بمواصفات عالية متطورة قام على تصميمها وتطويرها فريقان أردنيان وفق أحدث المواصفات العالمية وبكلف أقل من الأجهزة المستوردة وتعمل النسخة الأولية من جهاز فريق أوتولانغ على أنظمة متعددة مثل نظام التنفس المساعد عن طريق تعديل البرمجة فقط دون الحاجة لإضافة قطع جديدة ويقوم الجهاز بقياس ومراقبة الضغط في الرئة لحظة بلحظة ومراقبة كمية الهواء الداخلة والخارجة وتم إنجاز الجهاز من الناحية الطبية اعتمادا على المواصفات البريطانية لإنتاج السريع لأجهزة التنفس من قبل فريق البحث والتصميم وإنجاز التصميم وتجهيز لائحة القطع المطلوبة لأجل التصنيع المتوافق مع المواد الأولية الموجودة في داخل الأردن إن شاء الله المرحلة الجهاز ستكون مرحلة الفحص والاعتمادية لأنه هذا نحكي عن جهاز طبي الأرقام الأولية تشير إلى أن كلف هذا الجهاز تقل عن 30% من كلف الأجهزة المشابهة على مستوى العالم نتأمل بعد انهاء الفحوصات الأولية الآن في الفحوصات النهائية لهذه الأجهزة بعد اجتيازها نحن بتواصل مع القطاع الخاص نتأمل أن يكون هناك استثمار بهذه الأجهزة وسندفع بهذا الاتجاه وسنعمل مع الإخوان على هذا وإن شاء الله بأسرع وقت سنرى بالأسواق العالمية هذا الجهاز هو جهاز تنفس إصطناعي لغرف العناية الحديثة بيكون بداخل قصبة المريض وبيكون في وقبل ما يطلع النفس بيكون فيه فيلترز عشان ما يصير فيها العدوى فهو على غريد غرف عناية حثيثة مش السيباب السيباب أو الجهاز اللي هو بعطي بس كماسك كقناع تنفس هذا فيه منه انتشار للنفس في البيئة المحيطة وممكن يسبب